اوكي طلاب هسا راح نبدي باليونت الثالث اليونت الثالث احنا اتعلمنا بكل يونت لازم نحفظ المفردات المهمة فرح نيجع على المفردة الاولى زيد مقارنة شنو المقارنة بالانجليزي comparative لما نريد اقارن بين شيئين او شخصين راح استخدم صيغة المقارنة ال comparative باضافة ال ER او ال more راح نشوف كل هذي القواعد لاضافة ال ER للصفة اما المفاضلة رقية superlative superlative المفاضلة dawn dawn يعني الفجر والليل بالانجليزي شنوه night اذا dawn الفجر و night الليل دوب بير بير اوكي هنا ايه طويل بير البقرة كاو كاو الاسد لايون الماعز جوت جوت هنا عندي فعل بمعنى ينمو او يزرع شين نقري هذا الفعل grow grow والتصريف الثالث الا هو grown راح نشوف هذا الفعل والتصريف الثالث العنكبوت spider حشرات لا هنا صوت الكاو very good insects اوكي هنا ايه كاو وهذا الس نطلع بالاخير احنا اخذناه بليونة الاول الانسكت بروف هنا insects حشرات agree بمعنى يوافق المعاكس مالتها disagree يرفض اخذناه بالموافقة والرفض المحاصيل شنو بالانجليزي crops هذه راح تجيني التعاريف خمس درجات المحاصيل crops يعظ bite لا هنا ايه طويل ممتاز زيد bite bite بمعنى يعظ الدواء medicine medicine لاحظوا صوت السيء هنا medicine ياسرق ايه المحفظة wallet wallet اللي هي المحفظة شوها الصقر falcon فالكون عندي قطعة كاملة عن الفالكون ذو الصقر فالكون الصحراء ذو الفقار desert desert لا desert هذي تنقري desert شنية الصحراء desert 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 البدو bedou bedouin bedouin راح نجيب للصفحة البعدها صفحة 66 هنا شنو عندي طلاب موضوع الكمبراتيف والسوبرلاتيف المقارنة قبل ان ندخل الموضوع المقارنة احنا لازم نتعلم الادجكتفز اللي هي الصفات الصفات طلاب استخدمها لوصف الاسماء او لوصف الاشياء من هذه الصفات عندي beautiful بمعناه جميل dangerous يعني خطر dry جاف hot حار huge ضخم large كبير small صغير useful مفيد wet رطب رح استخدم هذه الصفات طلاب حتى اوصف بها الاسماء شلون يعني استاذ مثلا هذا الbeer الدب اريد نقول الدب خطر رح اقول beers الدببة beers are dangerous الدببة خطرة فاستخدمت الصفة هذه dangerous حتى اوصف الاسم اذا نستخدم الصفات لوصف الاسماء الكامل اللي هو الجمل اريد اقول الجمل مفيد زيد the camel is useful very good the camel is useful اوكي استخدمت الاسم واستخدمت الصفة الجمل مفيد the camel is useful مثلا نجح على duck الدك اللي هي الدك اللي هي البطة فنقدر نقول the duck is wet يعني رطبة او مبلدة ونفس الحالة استخدم او هذه الاسماء الاسماء ادخل عليها الصفات اهنا عندي كلمات مهمة the wild animals حيوانات البرية مثل التايجر النمر او اللايون ادسترا البردس الطيور مثل الكرو عندي طائر او السيتروكس او الهيرونز مالك الحزين والاخري هذه كلتها بيردس طيور farm animals حيوانات المزرعة مثل الكو والجوت هسا اخذناها هذه نسميها farm animals habitats الhabitats المساكن اللي تعيش بها هذه الحيوانات مثلا الhabitats of the lion مساكن الاسود هي forest الغابات grazing land اللي هي المراعي مساكن الشيب او الكاتل الاخره نسميها habitats لما ننجي بالصفحة البعدة صفحة 67 رح ندخل الى موضوع comparative وال superlative اريدك تركز وياي لانه هنا رح نستخدم اضافة ال er وبعدين رح نستخدم قاعدة المقارنة درجات المقارنة نستخدم المقارنة بين شيئين او شخصين بينما السوبرلاتف المفاضلة تستخدم بين ثلاثة اشياء او اشخاص فما فوق اذا كانت الصفة من مقطع واحد نضيف er الى نهايتها مثلا عندي كلمة old كبير older بعش ضفنا لها er صارت اكبر بس بالمفاضلة oldest الاكبر يعني خلي نفرض انه انا عندي ثلاثة شخصيات ثلاثة شخصيات بالصف علي اوكي واحمد خلينا مثلا هنا خلي نشوف شنو الفرق بين المقارنة والمفاضلة مثلا عندي ثلاثة اشخاص هذا سمينا شوية رجلة معوقة اسمه رامي اوكي اوكي اذا الاكبر من عنده او لا اطول من عنده اسمه علي وهذا راسه مربع شوية شبير اسمه احمد لما اريد اقارن احمد ويا علي من حيث الطول الطول اللي هو الطول خلي نقارن علي اول شي علي ويا رامي راح نقارن علي ويا رامي من حيث الطول ش راح اقول طلاب راح اقول علي اس طولر باعوش ضفنا لها الصفة اي ار طولر ذان رامي معناه تعالي اطول من رامي زين هذه المقارنة باضافة ال اي ار لما يكون عندي ذان موجودة هذه سميناها قاعدة المقارنة باستخدام ذان لما اريد اقارن رامي ويا علي وقل لك استخدم لي صفة معاكسة مثلا صفة شورت ش راح اسوي طلاب هنا راح اعكس الاسماء شلون يعني يصير اقول علي اس شورتر انها يطاني صفة شورت شورت بمعنى قصير اوكي فرح اقارن بين علي ورامي من حيث القصر ما راح اقول علي اس شورتر اكيد لا لانه رامي اقصر فاش راح اقول رامي اس شورتر 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 دان واجيب الاسم الاول شورتر دان علي اذا لما نستخدم صفة معاكسة لازم نجيب الاسم الثاني نسترر بمكان الاسم الاول والاسم الاول مكان الاسم الثاني اللي هنا واضح طلاب اكيد زياد هس احمد خلني اجي على احمد هسه احمد اكو شخص اطول مننا بالصف؟ لهو اطول شخص اطول شخص اطول شخص اذا ما راح اسوي مقارنة راح اسوي مفاضلة سوبرلاتف ش راح اقول راح اقول احمد باعش ضفنا للصفة est the tallest person in the class in the class اطول شخص بالصف فهنا بالمفاضلة طلاب لازم يكون عندي the قبل الصفة واضيف est للصفة ماكو هنا than than هذه تستخدم فقط بالمقارنة يعني من تشوف وراء القوس نعطيك كلمة than انت الصفة لازم نضيف لها er هس راح نشوف طبعا بالامثلة الوزارية توضح لك الصورة اكثر بس انت تذكر لي هذه الطريقة مع المقارنة انه est بالمفاضلة معناته هو اطول شخص او اسرع شخص ماكو فاش يتقارنوا اياه بينما بالمقارنة لا يتقارن باكثر من طريقة هس الطلاب راح نرجع نكمل صفات المقارنة والمفاضلة قلنا لما تكون عندي صفة واحدة من مقطع واحد معناه تحرف على واحد اضيف er الى نهايتها وبالمفاضلة est اما اذا انتهت الصفة بالحرف e راح اضيف r مباشرة مثلا عندي صفة nice رأس النيسر nice بالمفاضلة nicest اضيف له st نقطة الرابعة اذا كانت الصفة من مقطع واحد منتهية بحرف صحيح وقبله علة واحد ركزوا لي على هذي مال قبله علة واحد يعني من نشوف اهنا حرفين علة ما تكرر بس اذا لقيت حرف علة واحد لا راح تكرر البيج كبير بالمقارنة شا ضيف اضعه في الجي الحرف الاخير وضيف er وبالمفاضلة اضعه في الحرف الاخير وضيف est اذا كانت الصفة منتهية بال y راح يقلب ال y الى i وضيف er اوكي وبالمفاضلة نفس الحالة اقلبها الى i وضيف est مثلا happy اقلبها الى i وضيف er اقلبها الى i وضيف est الملاحظة السادسة انه اذا كانت الصفة اكثر من مقطع شنو معناته اكثر من مقطع يعني اكثر من حرف علة السادس شنو حروف العلة هيا انا انا مسأولك يهنا على شكل وجه اللي هي ال i وال o وال a وال u وال o هذه حروف العلة طلاب وال e هذه حروف العلة انه اذا لقيت اكثر من حرف علة اكثر من مقطع مثلا هنا formal واحد اثنين عندي حرفين علة ما يصير تقول لي formalar اضيف لها er لا ماكو هيت حاتشي اضيف more قبل الصفة more formal وبالمفاضلة the most formal casual هي صحن بين الكلمة كسيرة بس باع كم مقطع بيها واحد اثنين طبعا اذا اجني حرفين علة يعتبر مقطع واحد الا يفصل بينها انتم حروف صحيح بالمقارنة more casual وبالمفاضلة the most casual الملاحظة الاخيرة المهمة طلاب هي الصفات الشادة اريدك تركز لي بصفتين good بالمقارنة ما يصير تقول لي good اضيف لها er غلط ماكو هيتش صفة good اصير better وبالمفاضلة اصير best البعد سيئ صير worse وصير worst هذاني صفتين اريدك تحفظ لي ياهل اشون يجي سؤال بالامتحان بالوزارية او بنص سنة يجيني على شكل spelling ملا يقول لي long صارت longest اش دي يشتغل هنا طلاب مقارنة لو مفاضلة 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 دي يضيف له est fit ش راح يصير زيد fit ش سوي اه ضعف حفلها في الاخير very good راح ينكرر حرف t ونضيف est لانه دي يشتغل مفاضلة بينما سوها بالنقطة الثانية قال لي tall صارت طولر ش دي يشتغل مقارنة لو مفاضلة مقارنة مقارنة اذا thin ش سيصير thinner ش سوي تضعف N ونضيف number three small رقية small smaller مقارنة heavy heavy بمعنى ثقيل مو happy هذي تش happy سعيد heavy ثقيل ش سيصير رقية نقلب الواقلة ش نضيف نضيف ممتاز نضيف heavier اثقل اوكي small smaller هذي تشتغل مقارنة اوكي helpful ش رح اصير زيد more helpful لانه اكثر من مقطع اكثر من حرف علة فاقول له more helpful more helpful اوكي الدقطة البعدها number five long longer sad نايم مقارنة ش سوي اكرر الدي وضيف اي ار لانه من قبلها حرف علة small smallest مفاضلة ذو الفقار hot ش سصير hottest hottest اضاعه في تي وضيف est اوكي طلاب هذا اذا اجاني على شكل املاء راح يكون الحل ماتي اشوف هو اجده يشتغل مقارنة لو مفاضلة وكمل الحل بنص الصيغة صفحة 68 صفحة البعدها طلاب طرق المقارنة عندي ثلاث طرق للمقارنة شوفوا طلاب المقارنة باستخدام الصفة زاء الذان هذي اللي قلنا عليها اذا تذكروها من قلنا احمد is taller than او علي is taller than احمد باستخدام الذان او بالصفة المعاكسة او بال as as طبعا هذه الثلاث طرق طلاب اكثر شي ركزلك على ال as as ورح تبقاها بالسادس اعدادي نفسها عندك هنا طلاب لما نقارنة بين علي ورامي من حيث tall قلنا علي is taller than رامي طريقة الصفة المعاكسة انه ينطيني صفة عكس هذه الصفة عكس tall لما اجي اقارنها ما معقولة راح اقول رامي is taller than راح اقول رامي اذا الاسم الثاني is or صفة مقارنة than الاسم الاول هسا انت من تحفظ لهذه الامثلة او تفهمها القاعدة راح تكون سهلة عليك خلنا نجي نشوف اول شي المقارنة بالصفة than راح نجيب الاسم الاول مثل ما قلنا علي is or are حسب الفاعل اللي عندك صفة مقارنة تكون er or more than الاسم الثاني شوف لي هذا المثال اللايون is fast than appear correct the adjective اش راح اصير الصفة فاست هنا طلاب فاستر فاستر ليس سويناها مقارنة زيد يوار بانو عندي than فمن اشوف than بالجملة اضيف اضيف er للصفة حسب قاعدة اضافة er cats are small than dogs correct مدام عندي than اضيف er للصفة ممكن يجيني على شكل اختيارات نعم ممكن my car is expensive very expensive more expensive than سوها هناش راح يكون عندي اختيار more expensive ليش اختارتي more expensive ليش اختارتي more expensive مقارنة لانو مقارنة من وجود than عرفت انو هي مقارنة اذن هذه الطريقة الاولى للمقارنة طلاب فهمناها وعرفناها الطريقة الثانية هي الصفة المعاكسة قلنا بالصفة المعاكسة من قارنة علي ورامي جبنا رامي بالبداية يعني الاسم الثاني is او are صفة مقارنة er than الاسم الاول يعني بس راح اعكسهن خليش نشوف هذا المثال هذا المثال طبعا الجاني 22 يقول لي cows are bigger than goats الأبقار أكبر من الأغنام استخدم لي small نطعني صفة معاكسة هل معقولة انه اقول لي الأبقار أصغر من الأغنام لا راح اجيب الاسم الثاني goats are لانه جمع والسمال راح اضيف لها er smaller than cows اذا القاعدة طبقتها من الصفة المعاكسة الاسم الثاني is او are صفة مقارنة than الاسم الاول الطريقة الأخيرة هي المقارنة باستخدام الاس as الاس طلاب معناته مو مثل يعني هسا لما انا اشوفها راح يقارن لي الدب ويا الاسد راح يقول لي الاسد اسرع من الدب لما استخدم الاس از راح اقول الدب مو بسرعة الاسد فهذه الاس از معناته مو بسرعة اكو شغلة دائما اذكر الطلاب بها بالاس از لانه هي مهمة ومكررة عنده بالوزاري اقول لي بس تشوف الاس از اذكر لي اكس زائد نفي استاذ شنو هاي الاس والنفي الاس معناته الاسم الثاني راح يصير الاسم الاول والاسم الاول راح يصير الاسم الثاني ودائما الاس از بيها نفي خلنجي نشوف هذا المثال a lion is faster than appear الاسد اسرع من الدب استخدم لي as رأس انوان مغمض بس اشوف الاس از اذكر الاس اللي هو الاسم الثاني راح يصير مكان الاسم الاول راح اقول لي appear is وش احط له احنا مو قلنا النفي احط له not بالاس از طلاب دائما يكون عندي جملة منفية appear is not اوكي as fast as lion اذا القاعدة تقول لي الاسم الثاني isn't او aren't as الصفة المجردة هنا لازم يكون عندي صفة مجردة يعني بدون er as الاسم الاول اذا اجان على شكل اختيارات my watch isn't as cheap or cheaper as my brother's watch ساد هنا عندي as as رأس ان اتذكر صفة مجردة بيصير اختار صفة مقارنة واضح طلاب سوف نرى وزاريات number 3 يسرو قية number 3 a mouse isn't as big as the bigger the biggest are at as is bigger as عادي لياها اش اختار as yes big لا مو bigger big yes احنا لانو قلنا لازم كل مجردة as big as ليش اختاريتي هذا الاختيار ليش اختاريتي هذا الاختيار ليش اختاريتي هذا الاختيار ليش ما اختاريتي المقارنة لانو عندي نفي ممتاز اذا هسا لما اشوف الامثلة الباقي طلاب من القنفي رأسا اختار ام الاز النقطة الثامنة مثلا هنا يستوها يقول لي a giraffe is not as big as low bigger low big an elephant as big as لانو عندي نفي اذا اختار انا مغمض رأسا اختار as big as اكو سؤال يجيب ليه مباشر مثلا النقطة الخامسة الزيد يقول لي the dawn قلنا شنو ال dawn الفجر is more beautiful الفجر اجمل من الليل is more beautiful than the night استهدم لي as رأسا نجيب الاسم الثاني اللي هو شنوه the night لا الاسم الثاني الليل the night هو نطاقية اصلا بالحل يعني ساعدك نطاق دفعة قائل لك the night is not كمل isn't the night not as beautiful as down dawn الليل ليس بجمال الفجر هذه معناتها بالعربي إذن طلاب هدني الوزاريات لازم تكمليها الحل بنفس الطريقة باستخدام المقارنة هذه الملاحظات طلاب صفحة 69 ثلاث ملاحظات تلخص لك الموضوع كله اللي درسناه بثلاث مقاط شنه يا أستاذ ركز ويايا شغل عقلك زين إذا لقيت بالجملة الصفة لازم تكون اعتيادية مجردة مثلا أحمد رأسا أختار شنه أطلاب شا أختار صفة مجردة بينما إذا لقيت بعد الفراغ كلمة than لازم تحط لي مقارنة سوها إز داش than ليلة لأولدست لأولدر راح أختار لأنه عندي than ملاحظة الثالثة الأخيرة مع المفاضلة أنه إذا لقيت قبل الفراغ كلمة than هذا التعريف بهذه الحالة راح نختار مفاضلة اللي هي أم الـ est زيد sorry زيد is the boy in the class longest lo long lo longer ما عندي هنا يا than وعندي قبل القوس the إذن هي مفاضلة هسألة إحنا لما نسوينا مفاضلة إيش قلنا؟ قلنا أحمد is the tallest person in the class يعني ماكو than هنا ورد جملة للمقارنة وعندي the إذن هو الأطول هذي مفاضلة تهمنا طلاب نعم السوبرلاتف أكو هنا أمثلة وزارية السوبرلاتف طلاب which is the lo more lo the must fastest لاحظ هنا هذا يتجاني 2022 دور أول هنا نعطيني مفاضلة fastest نفس هذي فاش راح يكون اختياري راح يكون اختياري the which is the fastest living things number two which is the a lo the most cleverest عندي مفاضلة راح أقول لي which is the cleverest ok student in the class طريقة اليوز تطلاب هذي أكو قاعدة أحفظ ليها أنه تجيني دائما على شكل اختيارات بالاختيارات من ينطيك ثلاثة اختيارات تختاري الاختيار البي فاعل used زائد to زائد مجرد يعني هنا النقطة الأولى يقول لك Iraq is greener than be نعطيني it used to هنا نعطيني I was used لا ما استخدمه هنا نعطيني it used بس ما بي to ما استخدمه إذن راح أختار it used to دائما تجيني على شكل اختيارات اختار it used to بمعنى اعتاد على بصرة is more crowded than be it used to used to لو it used كلهم بيه النقص بس it used هو الاختيار الصحيح ماتي Iraq is dash than مدام هنا عندي than إذن مقارنة هقول greener than it used بوع جاب لل it used to be هنا اللي وراء فهنا طلاب هذي كلتها نفس الحالة there is more wildlife than they used لو it used to لو used to أختار it used better now than يلا وين هم الريالية منو بيكم مدريد يحلي أهل هذه صلا معاني يلا يلا زيت ليش اختار بتر ليش ما تختار الصفة مجردة مقارنة لأنه مقارنة عندي than مقارنة إذن الجاب صحيحة هذا اللي سن طلاب طبعا بس عد استعدادي هذي قاعدة اليون تو رح تلقاها عندك باليون الأول موضوع اسمه used تو اعتاد على نفس الطريقة تأخذها هذه مع المقارنات صفحة 70 إسقاطات إحنا اتفقنا أنه بالامتحان الوزاري أو نص السنة تجعلها خمس درجات أنا لازم أكون حافظ هذه الكلمات البل بوكس وسقط ها على المفتاح بايت أخذناها بالبداية شنو باي الطلاب يعظ يطير بمعنى ينمو أو يكبر أو يزرع تجيب أكثر من معنى يصطاد بمعنى ينتج يقول لك a bat is الخفاش شايفين باتمان بات خفاش يقول لك الخفاش هو مطائر but it can like a bird لكنه يستطيع fly يستطيع الطيران مثل الطيور number two owls ال owls اللي هي البومة and kill small animals at night شي سوي البومة البومة تصطاد hunt وتقتل الطيور في الليل if you put your foot on a snake إذا حطيت رجلك على الأفعة بس رح تسوي لك الأفعة it will bite you رح تعظك cows and goats الأغنام والماعز شي سوي بالميرك produce تنتج الحليب elephants النقطة الأخيرة very big but it take many years grow تكبر أو تنمو بصورة كبيرة but it take many years لكنها تستغرق قد السنوات هذا الموضوع طلاب بال activity book صفات المقارنة هسا أخذناها إضافة ER إضافة ESD وشفنا بالوزارة شون يجعلها السؤال تعالوا لي على صفحة 71 عندي الحالات الشرطية أهم موضوع عندكم باليونت الثالث طبعا اليونت الثالث هو بمواضيع قواعدية طلاب يعني الوزارة إذا تلاحظون هسا تطلعون سنوات السابقة ثقل المادة يركز على اليونت الثالث أكثر شيء بالوزاري فإنت إذا سيطرت على اليونت الثالث من هذا السهل رح تشوف اليونت الخامس واليونت السادس سهل مقارنة ويا اليونت الثالث اليونت الثالث مصعب طلاب وهو طلاب يقول اليونت الثالث أصعب يونت بالكتاب لا هو دسم مصعب بس المواضيع البي تأخذها نصا بالرابع بالخامس وبالسادس أعدادي خصوصا موضوع الحالات الشرطية رح تنقعدكم بالرابع وبالخامس وبالسادس الحالات الشرطية لا تخليني أعبر الحالة الأولى إذا أنت مفتهمها لأن الحالة الثانية تعلق بالحالة الأولى فإذا مفتهمتها أقول لي أستاذ عيد لي آها لو عيد لك آها عشرين مرة بس تفهمها قبل لأنتقل للحالة الثانية الحالات الشرطية يا طلاب عندي جملتين الجملة الأولى اللي هي تكون بيها عبارة F شنو معنات F بالعربي F معناته إذا إذا ها هي عرفنا معنات F هذه راح تيجي وياها جملة نسميها جملة الشرط جملة الشرط على ما يكتمل المعنى مالتها تحتاج إلى جملة ثانية وياها اسمها جواب الشرط شلون يعني أستاذ مثلا هسا أنت قلت إذا أنا درست هسا أنت نطيتني جملة بس أنا ما افتهمت المعنى مالتها شنو إذا أنت درست شنو راح شنو تنام راح تروح تلعب طاول وش تسوي لا راح تقول لي سوف أنجح إذن صار عندي جملة شرط وجواب شرط ها هي كملة الحالات الشرطية جملة الشرط طلاب بالحالة الأولى نسميها فيرست فيرست يعني الحالة الأولى تعبر لي عن أحداث محتملة الحدوث بالمستقبل مثلا هسا أنت قاعد تدرس تتهيئ نفسك للوزاري إذا أنت هس درست شرح يصير بالوزاري سوف أنجح إذن جملة الشرط بهذا الوقت راح تكون الزمن مالتها مضارع بسيط والجواب مالتها راح يكون بالمستقبل بالوزاري بعدك أنت ممتحن وزاري من تمتحن بخيار وسلامة راح تنجح فمستقبل المضارع البسيط أستاذ إحنا أخذنا قاعدة باليونة الثاني اللي هي فاعل زائد فعل S زائد V الفيرب يكون لو مجرد لو يكون بS الشخص الثالث جواب الشرط المستقبل قاعدتها فاعل زائد ول زائد الفعل يكون مجرد إذن هنا أداة المستقبل طلاب هي ول معناته بالعربي سوف وإذا كانت الول من فيه شصير طلاب will not أختصرها أقدر أكتبها want فتريد أنت بالامتحن تكتبها كلمة كاملة will not أو تكتبها اختصار اثنينات صحيحات إحنا راح نميل للاختصار لأنه اللغة الإنجليزية دائما يميلون للاختصار الحالات الشرطية حتى أبو السادس إعدادي أعلم أنه تحلها بثلاث خطوات شنية الخطوات اللي الثلاثة أول شي راح أباوع على الجملة اللي هو ناطين ياها إذا بيها مستقبل أداة مستقبل فأنا راح أحدد نوع الحالة أول خطوة طلاب أحدد نوع الحالة ثاني خطوة أحدد عبارة if ثالث خطوة راح أحل حسب القاعدة خلنجي نشوف هذه الجملة الوزارية بصفحة 72 النقطة الثالثة خلنجي رأيسنا على النقطة الثالثة if علي get up area he will arrive on time correct راح أجي أباوع الجملة بيها وال أداة مستقبل رأسا بالورقة مال امتحان اش شرءه اكتب أولى يعني حالة شرطية أولى هس حددت نوع الحال الخطوة الثانية عبارة if بالحالة الأولى الزمن مالتها شي يكون طلاب يكون مضارع بسيط هذه الخطوة الثانية حددت الزمن الخطوة الثالثة راح أحل عندي فاعل مفرد علي إذن الفعل get بالمضارع البسيط شي يصير طلاب gets بس أضيف لس تريد تنزلي هذي الجملة افعلي gets أحط لها s gets up area تأخذ عليها درجتين ماكو داعي تنزلي هذي الجملة الباقية أريد من عندك بس الحل وإذا نزلت لي gets واحدة هم من التأخذ عليها درجتين بالوزاري هذه الصيغة الأولى أنه ينطيني جواب الشرط محلول ويريد جملة الشرط الصيغة الثانية بالنقطة الأولى شنطاني if people grow a lot taller نطاني جملة الشرط محلولة أراد من عندي جواب الشرط رح أجابه هذي جملة الشرط حاليها مضارع بسيط عندي فاعل زائد فعل هذا مجرد لأنه people جمع يقرأوا مجرد إذن هنا يريد من عندي مستقبل رقية we need bigger houses ش رح أصير very good إذن يريد من عندي جواب الشرط رح أجابه سهلة we will need وكمل الجملة أخذ درجتين مثل الورد هذا موضوع الحالات الشرطة يا طلاب ممكن يجينا على شكل اختيارات ذو الفقار شي يقول لي هنا النقطة الخامسة he comes lo came lo welcome to the party if he has spare time شوفوا طلاب أنت من تشوف لي if بوسط الكلام تدوخ عبالك رح يفتر السؤال لا أنت if إجدت في بداية الكلام أو بوسط الكلام هذا الزمن ما لتها لازق بيها شلون يعني يعني أنت هسا إذا قلت إذا آني درست سوف أنجح أقدر أقول سوف أنجح إذا آني درست إعادي أقدر شنو يعني آني قدمت جواب الشرط على جملة الشرط بس جملة الشرط بقى الزمن ما لتها لازق بيها فأنت هنا if he has هذا مضارع بسيط لازق ويا جملة الشرط if he has هذا مضارع بسيط إذن ذو الفقار منها لازم شي يكون لازم شي يكون هنا الزمن لازم يكون منها مستقبل لازم يكون منها مستقبل فسواء إجدت جملة الشرط أم الأف بداية الكلام يبقى لازق بيها مضارع بسيط أو وسط الكلام يبقى لازق بيها مضارع البسيط خلنحل هذه النقطة الأخيرة إجتني على شكل نفي النقطة السادسة if she doesn't take the medicine يقول إذا ما أخذت الدوة هي مريضة وما أخذت الدوة إذا ما أخذت الدوة ما رح تتحسن حالتها she not get better زيد هذا السؤال اختيارات هذا السؤال اختيارات له شنو هذا نفي من نشوف نوت طلاب مختيارات هو طلاب يجي يختار لي على نوت أو يختار get لا من نشوف نوت يعني هذا السؤال نفي ش رح يصير الحال زيد she will not get better she will not get better يسوها النقطة الأخيرة هذه إلتش الثامنة يقول what will happen هنا عندي will happen نطاج جواب الشرط مننا يريد مننا جملة الشرط if this change أنا عندي change هذا فاعل مفرد مضارع بسيطة رح أختار لك contain was أم الأس افتهمتوها طلاب الحالة الشرطية الأولى وياي الكل لا السيكند رح تكون أسهل من الحالة الشرطية الثانية إن انتقلوا لي هسا عفو لي السيكند وقد نشرح نفس الموضوع هذي الجملة domenta لك ايها من كتاب السادس اعدادي I played tennis بس هي جملة بسيطة ورح اذكر بيها القاعدة second رح يكون اسهل من الفيرست second معنات الحالة الثانية الحالة الثانية اتعبر لي عن حالات خيالية يعني اقول لو عندي فلوس كان اشتريت سيارة انا ما عندي فلوس ولا اشتريت سيارة دا اتخيل لو عندي فلوس If I had money I would buy a car جملة الشرط اللي هي ويا عبارة if جملة الشرط رح تكون بالزمن الماضي البسيط ماضي بسيط اللي اخذناه باليونت الثاني اللي قاعدته همنا sv بس الفيرب هنا طلاب رح يكون ed او تصريف ثاني شاذن سميه تصريف ثاني او يكون جامد اخذناها باليونت الثاني جواب الشرط مننا اش رح يصير طلاب رح يصير فاعل زائد ود زائد مجرد يعني انت من تشوف وال بالجملة يعني هذه حالة اولى من تشوف ود بالجملة يعني حالة ثانية بالنفي ما الود طلاب هو ودنت هم اضيف له نوت ود ودنت او ود نوت نفس الخطوات رح نشوف هذاني الوزاريات رح نلقى انه الموضوع سهل ما الحالات الشرطية هو طبعا هو طلاب رح يخوفك يقولك حالات الشرطية بالسادس اعدادي صعبة اسهل موضوع عدكم بالسادس باليونت الثالث هو الحالات الشرطية خلنجي نشوف هذا المثال صفحة 79 طلاب الوزاريات رأساً تعالولي على النقطة الثانية عنا نحل الاختيارات بعدين نحل دو از ريكوائرد يس سوها افج دير ووز لو وير لو نو سبايدرز دير ود بي حطوا لي خد جوا ود مدام عندي ود هذي حالة اولا لو ثانية خالة ثانية خالة ثانية ام الماضي مصحيح؟ زيد هنا لازم عبارة اف تكون بالماضي البسيط انا عندي سبايدرز جمع سروح اختار اختار لوير بكل سهولة الجملة الثالثة عكس ليها منها نطاني الود اي ود هل بيو ود يور ويرك اف اي ذو الفقار عندي هاد لو هاز لو هاذ سباير تايم انا لازم تكون عندي عبارة اف ماضي جز ذو الفقار ذو الفقار وين تروح ذو الفقار رقية جاوبيني رقية لا لا انا اريد ماضي هاد هاد ماضي اختار له هاد هنا الرابعة سؤال مباشر زيد يقول لك what would you do if you see ش رح يصر الفعل see if you saw if you saw لانه هنا الفعل بالماضي if you saw زيد النقطة الخامسة سوها نطاني عبارة اف محلولة يقول لي اف هيثم باست مدام هذا عبارة اف بيها ايدي ماضي اذا هاد يا حالة اولى لو ثانية لولا لا 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 بيها ماضي ماضي ام الماضي الثانية اوكي حالة الثانية اذا سوها جواب الشرط لازم شي يصير would join لو would have join لو will join would join لانه حالة الثانية هذا هو موضوع الحالات الشرطية طلاب اهم شي انت تحدد لي باوعه هسا هذي الورقة هذي الورقة يعني اذا تريد تاخذ لها سكرين السيفها عندك وتكتبها بالدفتر هذي تلخص لك موضوع الحالات الشرطية بهذه الورقة تنطيك القاعدة ما الاولى والثانية اميز الاولى ام الول انطي منها مضارع والثانية من الود انطي منها ماضي او بالعكس ينطين منها ماضي يريد منها ود او ينطين منها مضارع يريد منها ول هذا موضوع الحالات الشرطية فلسا دستاذي اشرح بنفس الطريقة نعم باتر بالستة رح نحل المراجعة المركزة اللي نزلت لكم اوكي اوكي بالاغري الموافقة استخدم سو فعل مساعد فاعل مثلا يقول لك اي هيت سبايدرز انا اكره العناكب اقري اقول له سو دو اي اما اذا يريد بيه اداة نفي يعني اكو جملة بيها اداة نفي مثلا يقول له اي دونت لايك انا لا احب هارر ستوريز قصص الرعب اقول له نيذر دو اي ليش استخدمت نيذر؟ لانه جملة منفية اوكي هنجي نشوف نحل نقلتين الوزارية they don't mind the spiders شوف هنا عندي don't mind جملة منفية ايش راح اقول له راح اقول له رقيه سو دو اي لو نيذر دو اي لو نيذر دو اي نيذر دو اي نيذر دو اي لانه جملة منفية ما اقول له لانه جملة مو بالماضي علي loves mice agree زيد وافق سو اي لا ما عندي بيها سو دو اي ما عندي بيها فعل مساعد سو دو اي هنا راح يكون عندي she is مدام عندي هنا بيها فعل مساعد هنا راح اقول له سو ام اي يقول لك استخدم لو سو لو نيذر فانت راح تختار السو لانه جملة ما بها نفي اقول له so am i بال disagree الرفض عكسها راح تكون لمن يقول لي انا احب الشوكولاتة يقول لك ارفض اقول له i don't كل سهولة اقول له i don't او تكون الجملة منفية يقول لك انا ما اخاف من الفئران i'm not afraid of rats الجوردان disagree اقول له i am فبس راح اعكسها للأداة بال disagree الموافقة والرفض هذا الموضوع يعني ما تاخذي لا رابع ولا خامس ولا سادس ما موضوع هيش يعني بسيط وما يذكر رواية بالوزارة هس احنا خلصنا الحالات الشرطية نجي على قطعة الفالكون السقور يجيني سؤال يقول لك what is the fastest living things ما هي اسرع الكائنات الحية اقول له فالكونز السقور ليش تعتبر السقور اسرع الكائنات الحية لان سرعة مالتها ميتين واربعين كي بي اتش سرعة الهبوط السقر لما يهبط بعود دايف اللي هو الغوص ماتة سرعة ماتة توصل بسيارة سرعة يعني بسرعة سيارة بي ام او سيارة عادية ميتين واربعين كيلومتر بالساعة البدو هذول البدو اللي يعيشون البدوين the people from the desert of ربيا الناس اللي يعيشون بالصحراء العربية كانت حياتهم بدائية طلاب يعيشون على الديتس اللي هو التمر الملك الحليب and bread الخبز فكانت حياتهم بدائية جدا ما يقدرون يأكلون اللحم ليش ما يقدرون يأكلون اللحم لانه it was difficult to catch animal كان من الصعب انه يصيدون مثلا الغزلانة والارانب ما يقدرون يلحقوها ويصيدوها فكانت حياتهم بدائية على الخبز والتمر والحليب الى ان شافوا الصقر شلون يصيد الفريسة ماتة سووا كمين لهذا الصقر وصادوا الصقر وبدوا يدربون الصقر يصيد لهم الحيوانات برياضة اسمها الفالكوناري فاذا من كلمة فالكون طلعت لي كلمة فالكوناري معنات رياضة الصيد بالصقر هذا الصقر يطلقوه يعني بالصحراء ويروح الصقر يصيد لهم طائر الطائر المفضل عندهم هذا الطائر اسمه الحبارة لانه الطائر هذا يعني بي لحم هواية فطائرهم المفضل اسمه الحبارة بعدين بمرور الوقت طبعا هذا الصقر لما يصيد لهم الحبارة يرحون على الجمال حتى يجيبوا لانه صعب يمشون مسافات طويلة او يقدرون يلحقون بالصقر فيرحون على الكاملز رايدة كاملز يركبون الجمال ويطلقون الصقور مالتهم بالصحراء ويبدأ الصقر يصيد لهم هذه الطيور الى ان اطورت هذه الرياضة وصارت عبارة عن رياضة للترف يعني يجون ذول بسياراتهم الرباعية يجي لها بسيارة لاندي جروز او جكسارة وعندها صقر يطلق الصقر والصقر يصيد ويتونسون يسموها بالبر وهذه الرياضة موجودة عندنا بالعراق بذيقار وبالمثنى وبسامرة بسبب هذا الصيد العشوائي طلاب انه اكو طيور اسمها راير بيرتس طيور نادرة هذه الطيور النادرة اذا استمر هذا الصيد العشوائي رح تنقرض فسوت الحكومة سوت اماكن محمية وقالت للصقارين ممنوع احد يجي يقتربوا بهذه الاماكن المحمية لانه اكو طيور رح تنقرض فقدروا يحدون من هذه الظاهرة وبدت البيئة تزداد غنى يعني رجعت هذه الطيور اللي هي كانت مهددة بالانقراض رجعت الطيور الى حياته الطبيعية فهنا لما اجي اشوف الاسئلة والاجهو وطلاب عن حياة الصقور انا عندي فكرة كاملة عن القطعة تقرى ليها سؤال وجواب ورح يلتزم فقط باسئلة الكتاب كتاب النشاط والسيتيودنت خلنا نقرأ هذه الاسئلة من انه هي قليلة هذا سؤال مية بالمية يعني رح يجيك ما هو اسرع الكائنات الحية اذكر البالكون ما عندنا بالكون بالبيت اذكر البالكون كيف تتعلموا بيصيد هذه الصقور قبل اكثر من الف سنة كيف كانت حياتهم قبل اللي يتعلمون الصيد بالصقور كانوا يأكلون الديتس التمر ميلك حليب قلنا حيات بدائية كيف كان طعامهم المفضل باستخدام الصقور كيف كان طعامهم المفضل باستخدام الصقور ذا حبارة بعشوانا اكتب كلمة حبارة حبارة لماذا لم يتم قتل الكثير من هذه الطيور لأن الحكومة سود مناطق محمية لهذه الطيور راح اجيب بعد لموضوعين قواعدية طلاب اللي هو البروناونز الضمائر والمبني للمجهول الباسف فويز الضمائر انا عندي سبع ضمائر باللغة الإنجليزية I, they, we, you he, she, it كل ضمير من هذه الضمائر عنده مفعول به خاص بي وعنده صفة تملك المفعول به هذا الأوبجكت لكل ضمير لازم تعرف لي الأوبجكت ماتة هذا الأوبجكت ضمير الفاعل هذا ال-I لازم يجي وراء فعل مساعد أو فعل رئيسي يعني مثلا يقول لي علي بروك هز لغ while he was playing لاحظ هنا لأنه عندي was اخذ ضمير فاعل he was playing football فإذا هذه الضمائر I, they, we, you he, she, it تأتي في بداية أو وسط الجملة شرط أن يأتي بعدها فعل مساعد أو رئيسي أما المفعول به اللي هو I, the object, not to me they, object, not to them we, us you, you he, him she, her will it, it هذا المفعول به طلاب لازم يجي قبل فعل مساعد أو حرف جر مثلا يقول لي my uncle visited me لاحظ هناك هذا الفعل يجي قبله many animals are useful to شوف هناك جاني two أكثر شيء هاي الصيغة تجيني hour low hours low as راح اختار two أما التملك هسا هذا القلم راح أبسط لك يا هذا الموضوع كلية هذا المثال أنا عندي قلم ش راح أقول راح أقول I have a pen ش أقول I have a pen ليش استخدمت هنا ضمير فاعل I لأنه عندي هنا هاف إجي وراه فعل رئيسي زين this is فراغ pen هنا راح أحط this is my pen ليش حطيت صفة تملك لأنه إجي وراها اسم فصفات التملك طلاب الآي صفة التملك my they their we our you your he his she her it صفة التملك لازم يأتي بعدها شنوى اسم I painted room yesterday I هذا ضمير فاعل إجي وراه فعل رئيسي مدام هنا عندي روم غرفة هذا اسم إذن لازم يحتاج إلى صفة تملك I painted my room صيغة السؤال بالوزارة الطلاب تيجيني بصيغتين إذا إجاني على شكل إملاء يقول لي I صارت my يلا طلاب افتحوا لي المايكات إش داي يشتغل هنا مفعول به لو صفة التملك صفة التملك صفة التملك I صارت my they شنو صفة التملك مالته their راح أجي أكتب لذير بالإملاء الصحيح t-h-e-i-r نقطة ثانية 2017 I صارت my she شو سصير her صفة التملك مالته her ثلاثة I my he his his ليش ما أقول him صارت عصبات التملك لأنه هو داي يشتغل الخانة الثالثة صفات التملك راح أقول له his بينما النقطة الرابعة سوها قايل لي I me they شو سصير them ليش لأنه هو داي يشتغل مفعول به أوكي طلاب هذه الفكرة هذه الفكرة السؤال الأملاء خلنا نجعل النقطة السادسة many animals are useful to شنو عندي 2 حرف جر hour low hours low as إحنا قلنا إذا كان حرف جر شو أختار له as very good راح أختار المفعول به اللي هو ال as i fell down and broke dash hand عندي hand اسم مدام اسم راح نستخدم لي يقول لك استخدم لي ضمير مناسب i شنو الضمير التملك مالته my ما فأقول له i broke my hand سهل سهل له صعب سهل سهل أنا بس راح أباوع على شعندي ورا ورا الفراغ أو قبل الفراغ ويكون اختيار الصحيح هل أنهل للنقطة العاشرة علي fell down and broke leg هنا عندي اسم شو راح أستخدم يا ضمير my لا هنا يا علي يعني he علي مذكر يعني he للتملك شو استخدم له his his سقط وكسر ساقه his leg أوكي his leg هذا التمرين أيضا عن صفات التملك ضمائر التملك البانكتشويشن عندي هنا طبعا احنا راجعناه بالبداية تعالي بصفحة ثمانية وثمانين ال passive voice اخر موضوع قواعد عندي هو المبني للمجهول المبني للمجهول طلاب عندي قاعدة ثابتة بيه بالسادس اعدادي تاخذها نفس القاعدة object مفعول به فعل مساعد is أو are تصريف ثالث شنو معنات المفعول به العفو المبني للمجهول شوفوا هذه الجملة علي breaks the window علي كسر النافذة بالمبني للمعلوم نركز منه اللي سوى العمل منه اللي كسر النافذة علي بس من المبني للمجهول ما نركز على الفاعل نركز على المفعول به المفعول به نلقاه بعد الفعل اقول the window is broken النافذة كسرت منه اللي كسرها مجهول ما نعرف فاذا بالمبني للمجهول لا يتم التركيز على الفاعل وانما يتم التركيز على المفعول به القاعد راح تصير كالتالي مفعول به فعل مساعد الافعال المساعدة اللي هي ال is أو are was aware أو can be حسب زمن الجملة خلينا نشوف هذا المثال النقطة الثانية I lost my wallet in the mall yesterday قلنا الوالت اللي هي المحفظة ضيعت محفظتي بالمال البارحة مدام عندي yesterday يعني هذي ماضي my wallet هذا الobject نزله was losing لو was lost لو lost راح يكون اختياري طلاب was lost ليش ما اختار was losing لانه التصريف الثالث باللغة الانجليزية ما بي ing ليش ما اختار lost لانه هذا ما بي فعل مساعد انا احتاج فعل مساعد وتصريف ثالث اذا هذا الاختيار الصحيح was lost تعالي بالوزاريات صفحة 90 تراندشنال بوتس بوتس القوارب القوارب التقليدية as transport تستخدم كوسائل نقل used هذا نطالي تصريف ثالث are used لو is used ها طلاب is used عندي بوتس قوارب جمع are used لا احتاج فعل مساعد are used انا احتاج فعل مساعد وتصريف ثالث اذا هذا الاختيار الصحيح i lost my wallet in the mall yesterday my wallet was losing لا قلنا ما بي ing مبني المجهول was lost هذا موجود تصريف ثالث بس ما بي فعل مساعد اذا الاختيار يكون was lost النقطة الثالثة crops by the marsh عرب grow لا ما بي فعل مساعد are growing لو are grow يلا طلاب اش راح اختار هنا وليش are growing يس ليش ما نختار ال are grow مو عندي فعل مساعد فعل مجرد هذا مو تصريف ثالث ممتاز هذا فعل مجرد انا احتاج فعل مساعد وتصريف ثالث اذا هذا الاختيار الصحيح اوكي طلاب النقطة الاخي رأي السادسة he broke his leg while he playing football his leg was breaking لا قلنا ما ب ing broke لا هذا التصريف ثالث عفو تصريف ثاني was broken هو هذا الاختيار الصحيح لانه عندي فعل مساعد والتصريف ثالث اذا هذا الاختيار الصحيح هذا المبني المجهول رح نلقاه بالليونة السابع نصا نفس الطريقة الحياة بالاهوار طلاب ما مطلوبة منكم هذه السنة بس مفرداتها رح تفيدك بسؤال الانشاء واذا انت حافظ الانشاء رأي سنعبر لي على سؤال الانشاء هنا عندي صفحة 93 تعاريف خمس درجات طلاب بالتعاريف بالوزارية او بالنص السنة او بالشهر خمس درجات افتح المايكات طلاب معاكس لكلمة اخذناها باليونة الاول شنية خمس درجات طلاب ويا اي طلاب الكل افتح المايكات تعاريف هذه خمس درجات اختارات طلاب المجدد الطلاب حسنا اختارات طلاب الريز والحنطة شنسميهن محاصي محاصي هذا التمرين طبعا جدا مهم هذا التمرين يجمع لي كل مواضيع القواعد ماليونة الثالث حالات شرطية مقارنة ومفاضلة مبني للمجهول اوكي فرح نحله هسه ركيز ويايا اوكي مفاضلة هنا عندي مفاضلة شرح اختار له رح اختار له مو ده موست لو ده اختار له ده ده بدون يوز فراغ فالكونز هنا عندي اسم دير لو دي لو دير لو دم دي يجي وراها دير لانه هذي تملك دير فالكون مدام عندي هنا يول هذي حالة اولى لو ثانية حالة اولى ام المضارع الام المضارع اشترها مدام عندي ماضي هنا هذي حالة اولى لو ثانية 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 إذن جواب الشرط أبو الود i it's outside put though will put لو would put لو have put would put what would happen مدام عندي ود هذه حالة ثانية if you were snakes there are لو will be لو where لو there were there were وينكم الطلاب الباقين اشو باز زيد يشارك وينكم باقين سوها حلة is greener than it used لو used to لو it used to لو it was used ثلاثة it used to والنقطة الأخيرة many animals are useful to اشتاخذ ياخذ لأنه عندي حرف جر يجيني مفعول به بعد الحرف جر مفعول به هذه الحلول تلقاها لي جوا القصة الأخيرة التاجر الغني هذا يعني أنا شارحها باليوتيوب وأنتم أخذيها تقرأ لي الأسئلة والأجبوة عليها هذا التاجر اللي كان يبيع الذهب والجلود الحيوانات والملح لآخره آخر شي عندي الإنشاء الرايتينج ما الحياة البرية الوايلد لايف طبعا الوزاري يريد من عندك فاكت فايل تسوي لي ملف مو إلا تقعد استطر ليها وتسوي لا إهيش بس تكتب way of life أسلوب الحياة ويلد لايف الحياة البرية what has changed ما الذي يتغير وتكتب لي هذه البريقرافات آني إنشاء اليونت الثالث منزلة باليوتيوب بطريقة موسطة جدا لازم تشوفها وتحفظها لأنه كلش مهم هذا الإنشاء ما الوايلد لايف الحياة البرية هذا عندك صفحة 98-99 واجبها ستحلو ودزول يا اليونت الرابع طلاب يلا ويايا اليونت الرابع عندي قصة حياة إبراهيم رح تلقى الكلمات هنا هذه المفاتيح مالته likes reading محب للقراءة trusted in animals مهتم بالحيوانات village قرية university جامعة zoologist عالم حيوان وجوب إن أويل رح تلقى الحياة مال إبراهيم هذا اللي كان يسأل أبو دائما عن الكتب لأنه كان محب للقراءة ويتعلم عن الحيوانات الأسلل عليها طلاب كل يتعي على شكل true false كل الإجابات false فقط هذه النقطة النقطة دي أنه بيري صديقة ساعد إبراهيم أنه يتعلم اللغة الفرنسية جوابها true الباقي كل يتاب false وهذه الأسللة نصر رح تجيك دون التغيير صفحة 103 معاكسات اللي أخذناها بيونت 1 فاست فاست سلو بيوتفول أغلي ساد هابي ساعد هابي هادي المعاكسات احنا أصلا أخذناها باليونت الأول فهنا بس دي سوي لك مراجعة هنا عندك تصاريف الأفعال مراجعة لموضوع التفضيء ال I'd love to ال preference وال suggestion الاقتراح والتفضيل ما اليونت الثاني وهنا عندك مراجعة للحالات الشرطية ومراجعة للضمائر وعندك إنشاء اكتب عن نفسك write about your life هذا الإنشاء ما اليونت الرابع وعندك قطعة عن الفهود هذه حيوانات مهددة بالانقراض عليها أسئلة وجبة هنا رح نقرأ الأسئلة يقول لي why was there a big degrees in the number of leopards ليش بدأ ينخفض عدد الفهود طبعا هذه الفهود موجودة منطقة بالعراق بسبب المساكن مالتها يعني ما عدنا غابات موجودة بالعراق فبدأت الأعداد مالتها تقل والهانتينج and war بسبب الصيد والحرب why do the brothers want to save the leopards أكو أخوان اثنين قرروا أنه يحافظون على هذه الفهود وينقذوها لأنه تعتبر هذه الفهود جزء من الهوية العراقية they believe that leopards are important part of Iraqi culture and identify why can't people hunt leopards ليش ما يقدرون يصيدون الفهود بهذا الوقت because it's against the law لأنه مخالف للقانون أما نسوه لمحميات طبيعية على مدلة انقرض هذه الحيوانات هذول الأخوان اسمهم برنو why is the برنو sorry نسيت طبعا اسمهم للأخوان بس هذول الأخوان قرروا أنه ياخذون هذه الفهود إلى جبال البرنو the perfect place for leopards اخذوها لهذا المكان لأنه تعتبر هذه الأماكن بعيدة عن العالم because it is a remote place لأنه مكان بعيد فهذه طلاب اليونت الرابع ما بيشي مراجعة للمعاكسات عندي بس قطعة leopards هذه الأسئلة عليها تجيك من ضمن الأسئلة الاستيعابية هذا نموذج امتحان نص السنة رح تلقى الحلول وماته بقناة اليوتيوب اشتركوا في القناة